فكرة الخلاص هي واحدة من أهم الأفكار التي تخطرها على بال كل البشر خصوصاً لأنها مرتبطة بمصير الإنسان إذا كان يذهب إلى الجنة أو على النار والمعتقدات الكثيرة بالنسبة للموضوع لا تخلص الناس يقول أنك تخلص بأعمالك و الناس يقول أنك تخلص بإيمانك و هناك الناس يريد أن تتوفق بين الطرفين فحكوا أنك تخلص بإيمانك وأعمالك ما هو الصح؟ كيف يحدث الخلاص؟ يعني أنني يجب أن أخلص لأذهب إلى الجنة؟ ضروري يعني؟ ولكن تخلص صلاص تخلاص وتذهب إلى الجنة ولكن عندما نجاوب على هذه الأسئلة لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتضغطوا على زر الجرس حتى توصلكم كل الفيديوهات الجديدة أول ما تنزل كمان اعملوا لايك على صوحة الفيسبوك والإنستغرام كل الرواوط موجودة تحت الفيديو وشارك الحلقة مع كل حدا ممكن يستفيد منها أول شيء يجب أن نتفق عليه هو أنه لا يوجد خلاص بدون توبة ولكن ماذا يعني كلمة توبة؟ أو ماذا هي التوبة؟ كلمة توبة هي ترجع لكلمة ناشام العبري ومعناها الحرفي أسف أو ندم واللي باليوناني هي متانيو واللي معناها غير فكره شعر بتبكيت الضمير ندم روح يا متعدد اللغات أنت يا فادي يا كبير على فكرة مبروك الله يبارك فيك بس عشو؟ عشان هيك التوبة بكل بساطة هي تغيير في الموقف وهذا التغيير هو تغيير جذري ومش تغيير ظاهري تغيير جذري تجاه الله والخطيئة هذا التغيير يحدث عندما يقنع روح القدس الشخص بفضاعة خطيطه قدام قداسة الله واللي يجعل الشخص يشعر بالذنب على الخطايا اللي يعملها واللي بتأدي فيه أنه يعترف فيهم قدام الله بس شو هو اللي يجعل أي شخص اليوم يطلب التوبة من الله؟ أكيد عشان مايرو على النار ايوة انت خربت من أول الفيديو تطلب التوبة عشان تروش على النار ركز ركز حبيبي إذا حذرت في فيديو الماضي حكيت فيه أنه خلاص البشر كان عن طريق موت المسيح وشرحت فيه ليش كان لازم المسيح أنه يموت عشان هيك بفداء المسيح مش بس الله بسامح الخاطئ ولكنه يعتبر بار ومثل ما بنقرأ في رومي 2 أربعة أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول أناته غير عالي من أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة؟ بس شو هو اللي بيخلي أي شخص بار في نظر الله؟ كل بساطة بقدر أجاوب على هذا السؤال من كورنثوس الثانية خمسة واحد وعشرين لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه يعني من خلال الإيمان بيسوع اللي هو عطية من نعمة الله واللي بيملأ قلب الإنسان بالروح القدس بتبرر الخطاء النادمين كلمة تبرير واللي هي باللغة اليونانية ديكايوما بتعني عملا مبررا أخلاقيا انتظاما حكما قضائيا فعل استقامة والكلمة الثانية المستخدمة هي ديكايوسيس واللي معناها تبريرا تبرئة إعفاء والكلمتين مأخذات من الفعل ديكايو واللي معناها أعفي برر حرر وتطهر يا فادي ليش ديكايوسيس وديكايوما وديكايويو اخي أنا عربي بالزور ما عم بفهم ما هو يا حبيبي يا هادي مثل ما حكينا في الكتاب القدس انكتب باللغة اليونانية واللغة العبرية شانيك أنا أجيب الكلمات الأصلية حتى نفهم معناها الأصلية وفي سياق النص وما نطلع نخربط ونحط التفسير الكلمات على كيفنا بنرجع للكلمة الأصلية شوف شو معناها وكيف نفهم من المعنى الأصلي يعني يا زلمي عندك جواب لكل شي وإذا بدنا نحط تعريف لمعنى التبرير في معنى اللهوت بنقدر نحكي أن الفعل الإلهي الذي به يعلن الله أن خاطئا تائبا صار بارا أو ينظر إله بصفته بار وساس هذا التبرير هو طاعة المسيح ومش طاعتنا لا بأعمال في بر عملناها نحن بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدسي الذي سكبه بغنى علينا بيسوع المسيحي مخلصنا طيب يعني هلأ نحنا نخلص بالإيمان ولا بالأعمال ما تلفوا الدور كتير يا فادي يعطينا هيك إجابة بتريحنا وهيك طيب ركز معي هلأ هلأ رح أعكي لك بالصوت هلأ رح أعطيك إجابة وافية وكافية فيه سترس بالأجواء الآن نعلم نشوف كثير الناس بفكروا أن وقوفهم أمام الله ورهن أعمالهم الصالحة أو الطالحة ولكن الرسول بولوسو بيعطينا إجابة واضحة على هذا الشي في فيليبي 389 بل أني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه وليس لي بري الذي من النموس بل الذي بإيمان المسيح البر الذي من الله بالإيمان واحد من الأمثلة على هذا الشي هو إبراهيم في رومي 4-3 تكوين 15-6 الكتاب المقدس بيحكينا فآمن إبراهيم بالله فحسب له بر هذا الإيمان كان إيمان فعال إيمان مثبت بأعمال تظهر هذا الإيمان فما بقدر أجي اليوم وأقول أنه أنا مؤمن مبرر قدام الله وبعمل أعمال عكس هذا الإيمان لأنه هكذا الإيمان أيضا إن لم يكن له أعمال ميت في ذاته على فكرة يا فادي صراحة صراحة نبتلخ بطلنا عقلنا لا ما أعطيتنا إيجابة سهلة أعذروا يا جماعة استيعابوا اليوم بطي ابصر شو أكل على الغداء بس يا حبيبي ركز معي هلأ رح أعطيك إيها بكلمات أخرى أبسط تمام؟ تمام بس التوب وتعترف بخطيطك قدام الله وتقبل موت المسيح الكفاري عنك وتآمن فيه أنت بتصير مبرر قدام الله بس حياتك بعد ما تآمن لازم تتغير عن حياتك قبل ما تآمن لأنه أنت صرت شخص جديد مبرر وبعمل أعمال بتعكس هذا التبرير في حياتك كلمة التقديس هي ترجمة الاسم اليوناني هاكيا سوموس واللي معناته قداسة تكريس وتقديس والمشتق من الفعل هاكيازو لمعنى قدس كرس طحر أو أفرس جانبا التوبة والتبرير الحقيقيين بأدوا إلى القداسة التبرير والتقديس هم متلازمان وما بينفصلوا أبدا عشان هيك بنقدر نقول أن التبرير هو ما يفعل الله من أجلنا والتقديس هو ما يفعل الله فينا وبرجي أبعيد كمان مرة أن التبرير والتقديس هم مش نتيجة أعمالنا ولكن نتيجة نعمة الله وبره أنا بهنيك يا فادي وبهني أهلك فيك أخيرا بلشت أنا يعني أنا بلشت استوعب مع أنه رح أحضر الحلقة عرواء هيك مرة مرتين ثلاثة اه رجع أحضرها ولا تنسى تحط لايك أنا أول واحد بحط الله ايو عمل شير كمان طبعا وإذا لم تفهم شيء بعتلنا مساجة على الواتساب تمام لايف بيسألك لايف شو بدي بالمسيح لا أنت بعتلنا كمان مساجة على الواتساب حتى تكون مثال غيرك كمان من الناس اللي بيحضروا مش غلط عشان هيك المؤمنين اليوم اسمهم قديسين لأنهم صاروا مقدسين في المسيح هذا الشيء مش معناته أنهم صاروا منزهين عن الخطية لا أبدا ولكن بالتبرير بحصل على ضمان الخلاص بقبول الله إلي واللي غفر كل خطيائي الماضي وأعطاني بداية حياة جديدة لما بلش أعيش الحياة الجديدة كمو من قديس لالله يصير في علي مسؤوليات جديدة بلدس الرسول بيحكينا في رومي 619 لأنه كمان قدمتم أعضاءكم عبيدا للنجاسة والإثم للإثم هكذا الآن قدموا أعضاءكم عبيدا للبر للقداسة عشان هيك في حياة جديدة لازم أتغير عن كل الأفعال النجسة اللي كنت أعملها في الماضي وأعيش حياة القداسة لأن هذه هي إرادة الله قداستكم لأن الله لم يدعونا للنجاسة بل في القداسة كل المؤمنين اللي بعيشوا حياة مقدسة مملوئة من الروح القدس ومملوكة للمسيح هم بحاجة دائمة للتبرير اليوم اللي بيعطينا إياه المسيح نحتاج للتبرير لأنه مثل ما حكيت كلنا بنغلط وما في حدفين كامل بسبب التعديات المقصودة أو حتى الأخطاء اللي بنعملها بدون قصد عشان هيك الله لما كان بيتكلم عن خطايا المؤمنين بيأكدنها وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآبي يسوع المسيح والبر ليك فادي بتعرف أنك كتير بتقول كلمة عشان 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 هاي شيء أردني يعني ولا كيف صارت من مرات اليوم ده لهذا شيء عشان عشاني أنا يعني مني فيه هاي السيجنيتشر الخاصي خلاص علقت فينا يعني ما نقدرش هيك تعودنا مش غالط ولا يهمك يا هادي إذا عجبك الفيديو لا تنسى تحط لايك واشترك بالقناة عشان توصلك كل الفيديوهات جديدة اللي بننزلها وشارك الفيديو مع كل شخص ممكن يستفيد منه وما تنسى تبعث لنا رسالة على المسينجر أو على الواتساب أو أي مكان إذا بدك تستفسر عن أي سؤال أو أي موضوع استنوني بحلقة جديدة كل أسبوع وبشوفكم المرة الجاية ترجمة نانسي قنقر